طيب نقي الشعر والبشرة ازاي؟ بالاستحمام الفوري الاستحمام الفوري اللي هو في كل الاماكن بيكون فيه دوش او قتشاش جمع دوش يعني سواء على الشواطئ او فيه النوادي او ما الى ذلك بيكون فيه اماكن مخصصة للميا المفروض ان احنا اول ما بنخرج من الميا احنا يعني او اطفالنا المفروض ان احنا لا نترك الميا على جسم الطفل او شعر فيه ناس للأسف فاكرة ان حكاية الاستحمام دي في حالة ان هما ينزلوا البحر بس طبعا ده غلط لانه لازم كمان زي ما قلت الاستحمام في حال نزول حمامات السباح الاستحمام السريع هو المطلوب يعني ايه الاستحمام السريع؟ يعني الميا اللي هي الميا اللي نزلة من الدوش اللي بسمحنا الميا الحلوة دي تمام حلوة يعني مش عشان هي مسكرة لا حلوة يعني عشان هي مش زي مية البحر وأكيد نسبة الكولوري اللي فيها بتكون أقل من الكولوري اللي موجود في حمامات السباح فالمفروض الاستحمام السريع يعني إيه؟ يعني أن اللي بيستحمى أو اللي بيحمي الطفل لو كان الطفل صغير يعني أو هو الأكبر شوية فقادر أنه يستحمى ما يستغرقش قوي في الحمى يعني ما ياخدش فترة طويلة في الحمى لا يستحمى بسرعة على طول الشعر الجسم بسرعة كده على طول إحنا الغرض إن إحنا نشطف جسمنا وشعرنا من المية اللي كنا فيها سواء مية البحر أو مية حمامات السباحة